موسيقى مشاهدنا الكرام بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق أرسله بشريعة سمحة ودين يتصف بالحق والعدل واليسر والشمولية في جميع أحكامه وتشريعاته وأزال منه الحرج والعنة والمشقة رحمة منه بهذه الأمة في الفترة الأخيرة للأسف الشديد ظهر علينا من يكفر المجتمع وأيضا يكفر الناس بشكل شامل كامل بغير حجة واضحة إلا أن مسألة التكفير خطيرة والحكم بالكفر ليس بالأمر الهين فقد تقرر في الشريعة الإسلامية أن من ثبت إسلامه باليقين لا يزول إسلامه بمجرد الشك والحكم بردة شخص لا يوكل إلى عوام الناس فإنه لا بد فيه من توفر الشروط التكفير وانتفاء موانعه في هذه الحلقة والعلنة أيضا نفرد حلقة أخرى لهذا الموضوع لأن به تفاصيل كثيرة نتحدث معكم عن شبهات التكفير نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم في هذه الحلقة فضلات الدكتور محمد الدومي أهلا بكم مجددا فضلات الدكتور وقبل البدء مع ضيفنا الكريم للحديث في هذا الموضوع نذكركم بصفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي حيث يمكنكم التواصل معنا من خلالها يمكنكم أن تبدو أراءكم وأسئلتكم وأيضا مقترحاتكم لبعض الموضوعات يمكن تناولها إن شاء الله في الحلقات القادمة أهلا بكم مجددا ووجد التحية لضيفها الكريم فضلات الدكتور محمد الدومي من علماء وزارة الأوقاف فضلات الدكتور في الموضوعات اللي ربما يكون فيها تفاصيل كثيرة وتحتاج إلى ما يشبه العصف الزهني أحب دائما أن نضبط المصطلحات لكي يكون واضح في ذهن الناس عن ماذا نتحدث ودلالات ما يمكن استخدامه من ألفاظ فأتمنى على حضرتك بداية أن نضبط مصطلح التكفير ماذا يعني التكفير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا فيه عندنا كلمة الكفر وفيه عندنا كلمة التكفير الكفر كلمة في اللغة العربية تأتي على وزن تفعيل تفعيل يعني إيه؟ يعني توصيف شخص بهذه الحالة نعم فكلمة التكفير معناها وصف إنسان مسلمين بأنه كافر أو وصف شخص بأنه كافر عموما الإشكالية أن هذا المصطلح حديثا لما بيطلق أصبح يقصد به وصف المسلمين بالكفر لكن أصل الكلمة وإطلاقها معناه الحكم على شخص بأنه شخص كافر لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده الأصل لهذه الكلمة وكلمة الكفر معناها عدم الإيمان طيب عشان العرب كانوا بيقولوا كده وبضدها أو العلماء يقولوا وبضدها تتميز الأشياء يعني عشان أعرف حاجة أشوف عكسها فيرسخ المعنين في ذهني عشان أقول الأبيض عكسه الأسود فلما أشوف اللونين يحصل تمييز لهذه الألوان فلما نقول إنه الإيمان والكفر الإيمان معناه تصديق الكفر معناه تكذيب يبقى الكفر معناه التكذيب بالله عز وجل التكذيب بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما التكفير معناه وصف شخص بأنه كافر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ده أصل لهذه الكلمة ومعناه نعم لكن هل ما الممكن أنه ينصرف لفظ الإيمان على من يؤمن بوجود الله لكنه لا يؤمن بوجود رسل مثلا طيب إحنا علشان نتحقق من هذه المسألة نرجع لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله اللي هو الحديث المشهور بأنه حديث جبريل عليه السلام سيدنا جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام وبعدين ما الإيمان وبعدين ما الإحسان فده معناه إن الدين عندنا ثلاث درجات الدرجة الأولى الإسلام اللي هي الظاهر الأمور الظاهرة صلاة شهادتين صلاة صيام زكاة حج أعمال ظاهرة طب و لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما إليش أن تؤمن بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسوله لا تفرئ فيه فإنه لو كان هذا المعنى هو المقصود لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه يكفي الإيمان فقط بالله عز وجل إن واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله فإن هذا معناه أنه مؤمن بالله عز وجل إيمانا كاملا لكن يكون هذا الإيمان غير معتد به لو أنه لم يعترف بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طيب الكلام ده اعتبارا من نزول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلوغ الدعوة وده شرط مهم أن الشخص الذي يعلم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتبلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه الإيمان به إن لم يؤمن بنبي صلى الله عليه وسلم فهو عندنا يخذ التوصيف هذا اللي هو توصيف الكفر التوصيف ده توصيف عدائي يعني هل هو توصيف نستعذي فيه الناس على بعضهم البعض الإجابة لا وإنما هو توصيف من أجل تنظيم المعاملات في الحياة الدنيا بمعنى أن من هو مؤمن له أحكام ومن هو غير مؤمن له أحكام أخرى هنتعامل في إيه في الزواج في الميراث إلى غير ذلك نعظيم التبليغ الدعوة أيضا له شروط معينة لأنه طبعا مع انتشار وسائل الاتصال وكثيرون يرون أن العالم أصبح قرية كونية أو مجرد حجرة في منزل مع سهولة الاتصال والتواصل بين البشر في أنحاء المعمورة نعم هنا من الممكن أن يسمع أحد في أقاصي الدنيا أو أقاصي الأرض عن الإسلام ويسمع القرآن ويسمع أن هناك من يشهد بأن لا إله إلا الله نعم محمد رسول الله نعم هل هكذا وصلته الدعوة؟ يعني شكل تبليغ الدعوة حتى أقيم عليه هذا التوصيف الغير عدائي في المقام الأول زي ما حضرتك أوضح نعم غير المؤمن أو كافر أحسنت جيدا بهذا السؤال اسمح لي العلماء كانوا يقسموا الناس ويقولون هناك من هو اسمه أهل الفترة أهل الفترة يعني أهل الفترة هم قوم بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا عن الإسلام وعرفوا الإسلام بشكل صحيح يبقى حتى الفقهاء لم يقولوا بلغه الإسلام إنما يقولون بلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرط وجوب شرط التكليف يعني شرط حتى يكون هذا الشخص مكلفا وحتى يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى على أنه قصر ولم يصلي ولم يصم ولم يفعل هذا أن هذا الشخص تكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه بلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي إيه هو الإسلام وكيف عرضه النبي فإذا بلغت الشخص طريقة عرض النبي صلى الله عليه وسلم بالحجج الكاملة فإن هذا الشخص ويجب عليه أن يفكر حتى يقتنع لكن هل يعتد بكافة الوسائل الحديثة الآن في أنه أقول أن العالم كله بلغته الدعوة وبالتالي أحكم على الأشخاص الذين هم في الخارج أو عايشين في الدول الأوروبية بأنهم أشخاص بلغتهم الدعوة ولم يؤمنوا وبالتالي أستحل دماءهم الإجابة لا ليه؟ لأن العالم الآن لما يسمع عن الإسلام بيسمع عنه بأنه صورة متصورين كانوا العلماء قديما يضربوا مثال ويقولون كمن تربى في شاهق جبل واحد قاعد في الجبل منزلش وهذا الشخص لم يسمع بالإسلام هذا الشخص غير مطالب وبالتالي قالوا إنه إذا مات فإنه يغلب على ظننا أنه سيدخل الجنة يدخل الجنة ليه دم صلاش ولا دخل في الإسلام أصلا يقول لي أن هذا الشخص عاش على فطرته ولم يعرف أصلا بوجود دين اسمه دين الإسلام فلم تبلغه دعواته النبي صلى الله عليه وسلم طيب واحد النهاردة عايش في أقصى الكرة الأرضية في دولة غير إسلامية وبعدين كل اللي سمعوا عن الإسلام سمعوا أن في دولة في دول بتقول عندهم ديانة اسمها ديانة الإسلام إيه هو الإسلام ده؟ لما جيه يقرأ لأى أن الناس المسلمين دول بيقتلوا بيسفكوا الدماء أدي داعش دي إيه دي الإسلام لأى ناس عمالة تسفك الدماء وتقتل وتحرق فوجد صورة سيئة قبيحة عن الإسلام ما عرفش الشخص هذا لما يستمر على هذا الكفر هو ما بيعودش ربنا وما بيعرفش أنه فيه دين أصلا ومش معتقد بوجود دين أصلا هذا الشخص لو استمر على هذه الحالة حتى لقي الله عز وجل وسمع صورة مشوهة عن الإسلام هو اللي مطالب بالبحث ولا أنا المطالب كمسلم أن أنا أوصله فيقول لي لأ أنا المطالب بأن أنا كمسلم أن أنا أوصله وبالتالي بنقول للناس يا جماعة لا تفرحوا بأن فلانا مات على غير الإسلام بل افرحوا بأنكم قد نجحتم في وصول الصورة الصحيحة للإسلام إلى غير المسلمين ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرت به جنازة فقام ووجد النبي صلى الله عليه وسلم حزينا وقال إنها جنازة يهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا الموقف نفس تفلتت مني إلى النار ما كانش فرحان واحد يالله هيموت وهيدخل النار عايزين نقول للناس كده نلخص الكلمتين اللي قلناهم بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصل الإسلام بطريقة صحيحة الطريقة دي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن حسن المعاملة حسن عرض الإسلام هذه الطريقة إذا وصلت شخصا فإن هذا الشخص مطالب بالإسلام نعم إذا لم تصل إليه ووصلته معلومات مضللة أو مضللة عن الإسلام تصف الإسلام بطريقة غير صحيحة وبطريقة مشوهة وهذا الشخص لم يقتنع فإن حكمه عند العلماء حكم أهل الفترة أهل الفترة حصل خلاف فيهم الرأي الأول قال كل أهل الفترة اللي هم جم بين اثنين من الأنبياء ولم يؤمنوا بالله عز وجل فرأي من أراء العلماء بأنهم كلهم في النار لماذا تعتقدوش بالأقوال السابقة ولماذا لم يبحثوا وهذا رأي غير صحيح الرأي الثاني بيقول لا كلهم في الجنة إلا من فسد منهم فسد يعني إيه قال إنسان منهم كان لص وحرام ما هو أي حد يعرف أن السرقة حرام إنسان منهم كان قاتل إنسان منهم كان يشرب الخمر أي حد بفطرته السليمة يصل إلى أن هذه الأشياء محرمة ده رأي الثاني الرأي الثالث أنهم يغلبوا في ظننا أنهم ناجون وأنهم يدخلون الجنة جبنا الكلام دمين جئنا به من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وهذه تقطع هذه الآراء يبقى معنا ذلك إن أهل الفترة والذين لم يسمعوا عن الإسلام أغلبوا الظن أنهم ناجون لأنهم لم تصلهم الدعوة الصحيحة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأوصلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي حديث حضرتك الرائع هناك مقططان هل بعد العرض يترك من يعرض عليه الإسلام على النحو السليم تبقى لوجهة نظر الشعاع الإسلامية هل يترك فترة لكي ينظر في أمره أم أنه بمجرد أن يعرض عليه يسأل هل أنت مسلم أم لا فإذا رفض فهو غير مؤمن معنى كلامي أنه هل نعطيه نظرة للتدبر والتأمل والتفكر في ما أعرض عليه أم نتسرع مباشرة بعد عرض الأمر عليه لتوصيفه بغير الإيمان أو بالكفر طيب من خالق هذا الكون الله سبحانه وتعالى من هو صاحب هذا الدين الله عز وجل طب أنا كمسلم أنا حامل هذا الإيمان إلى غيري من بقية البشر مشانا المسؤول عن الدين المسؤول عن الدين وهو الله سبحانه وتعالى قال فمن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر ولم يجعل لي وصاية على الناس ده أولا قال لا إكره في الدين قد تبين رشده من الغي يعني إلي إكره ما فيش إجبار وبالتالي أنا مطالب بحسن العرب فقط وينتهي الأمر ناخد بالنا من حاجة أننا في أثناء النقاش والجدال والحوار لسنا مطالبين بأن نحمل خصومنا على آرائنا إنما نحن مطالبون بأن نحسن عرض آرائنا فقط وينتهي الأمر يعني يقف ينتهي موقفي عند عرض الإسلام بأنه السؤال المهم إحنا هنعرض الإسلام إزاي يعني خلينا نقول بس عشان نربطها بمسألة ببلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإكره سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحبشة موجود مع المسلمين سنة خمسة من البعثة وهاجروا إلى الحبشة أرسل المشركون في مكة المكرمة سيدنا عمر بن العاص ومعه رجل آخر من أجل الإتيان بهؤلاء المسلمين دخلوا على النجاشي قدموا الهدايا لقومه وقدموا له الهدايا جاء النجاشي بجعفر بن أبي طالب والصحابة فاتفقوا على أن يصدقوا إحنا نقول الصدق فوقف سيدنا جعفر بن أبي طالب يعرض الإسلام كيف عرض الإسلام قال الآتي كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام نأكل الميتة نأتي الفواحش يأكل القوي فينا الضعيف هذه صفاتنا هنا فبعث الله فينا رجلا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته فدعانا إلى إيه إلى عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة من سواه وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وصلة الأرحام وكفالة الأيتام هذه لدعا إليه الإسلام لأله حدود ولأله عقوبات ولأله تكليف ولأله أي حاجة من الكلام ده يعني النهاردة لما يجي شخص يسألني عن الإسلام وقوله إن الإسلام هو الدين الذي يدعوك إلى عبادة الله تعالى وحده لي تعبد الله عز وجل وحده لأن الله عز وجل هو الخالق وقبله أدلة مادية على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق أقنعه بها وبعدين يقول لي طيب الدين ده بيطلب بيه أبدا ده بيطلبك بأنك أنت تعامل ناس معاملة حسنة حسن الخلق فأعرض هذا من وجهة نظر الشرع الحنيف بيأمرك بالوفاء وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وصلة الأرحام هو ده الإسلام هو ده الإسلام مفيش حد ييجي يعرض الإسلام يقول له تعالى أنت عندك خمس صلوات وبكرة هناخد منك الزكاة وعلى فكرة أنت لو سرقت هنقطع إيديك ولما تزني هنرجمك مش أنت متجاوز آه وبعدين أنت بتشرب بالخامر ده احنا هنموتك وخد بالك بقى أنت لو رجعت كمان وارتدت هنقطع رقابتك ده ده لما قوله تعالى كره لواحد في الإسلام يعرض بالطريقة دي لكن لما قوله اقنع لواحد بالإسلام يعرض المزايا مفيش حد بييجي يروح يشتغل في شركة وأنا عايز أقنعه بالشغل هقوله تعالى إحنا عندنا قانون الجزاءات بتاعنا كذا والخصومات وبنخصم كذا وبنخصم ده ما فيش حفظ في العرب مع تأكيد معذرة ما أشرت لي حضرتك معاذ الله أن تكون هذه مساوئ في الإسلام هذه ليست مساوئ أنا ما بعرض له لكي لا يظن البعض أن الدعوة على هذا النحو تخدع من يدعو إليه لا هو مش مطلوب وأنا بعرض الإسلام